هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنة يتسهار عددا من منازل المواطنين في قرية عريف جنوب نابلس ورشقوا المنازل بالحجارة قبل أن تتصدى لهم لجان الحراسة في القرية وأجبروهم على الفرار وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت على طلبة المدارس ومنعتهم من الوصول إلى مدارسهم وقامت بإطلاق الغاز المسيلي للدموع والرصاص المطاطي اشتركوا في القناة